بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادث الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في هذه الآية الكريمة يخبر الله المؤمنين بأن أهل الكتاب لن يضروهم أي لن يتغلبوا عليهم ولن يكون لهم عليهم سلطان وإنما يقتصر ضررهم على الأذى فقط الأذى باللسان وبالقول دون أن يتغلبوا عليهم بالسلطة وهذا كما قال تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على المؤمنين سبيلا وهذا إنما هو في حق المؤمنين الصادقين أما الذين يدعون الإيمان وينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يتخلون عن كثير من أحكام الإسلام فهؤلاء قد يتغلب عليهم الكفار قد سيطرون عليهم لأنهم لم يحققوا الإيمان الذي كانت عليه هذه الأمة والتي لم يحققوا الإيمان الذي كانت عليه هذه الأمة والذي وصفه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات إنما هذا الحكم وهو عدم تغلب الكفار على المسلمين والسلطة على المسلمين إنما يتحقق في من حقق الإسلام قولا وعملا فهذا لن يجعل الله الكفار عليه سلطة ولا ولاية وإنما العكس أن السلطة والولاية تكون للمسلمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أما من اكتفى بمجرد الانتساب وتخلى الانتساب إلى الإسلام وتخلى عن كثير من أحكامه ولم يحققه فإنه قد يتغلب عليه الكفار بسبب ذنوبه كما هو الحاصل في كثير من أحوال المسلمين اليوم من تسلط الكفار عليهم والسيطرة على مقدراتهم وعلى بلادهم تحكم فيهم وذلك لأنهم لم يحققوا الإسلام وإلا لو حققوه فإن الله جل وعلا يقول لن يضروكم إلا أذى فلن ينال الكفار فلن ينال الكفار السلطة على المسلمين والتغلب على المسلمين ما دام المسلمون متمسكون بإسلامهم ومحققون لدينهم لكن قد يحصل منهم أذى للمسلمين بالقول والتطاول والتحريش هذا من قديم الزمان كما قال سبحانه وتعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من من عزم الأمور ثم قال سبحانه وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يقاتلكم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم يولوكم الأدبار أن ينهزمون وتنتصرون عليهم بسبب إيمانكم وبسبب كفرهم فإن الله كتب الهزيمة دائما وأبدا على من خالف أمره سبحانه وتعالى وكتب النصر لعباده المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وكان حقا علينا نصر المؤمنين قد تحقق هذا في صدر هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى سلط رسوله وسلط المسلمين على اليهود فانتصروا عليهم في المدينة في بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع وفي خيبر في غزوة خيبر مكن الله المسلمين من اليهود والنصارى ولم يستطع اليهود مقاومة المسلمين كما قال تعالى لن يضروكم تحقق هذا الوعد من الله لما حقق المسلمون لما حقق المسلمون إيمانهم وإسلامهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار كما قال سبحانه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذه نفسية الكفار ونفسية اليهود وأنهم لا يتقابلون مع أهل الإيمان إلا وينتصر أهل الإيمان عليهم إلا إذا كان في أهل الإيمان خلل إذا كان في أهل الإيمان خلل فإنهم لن يحصلوا على هزيمة الكفار بل ربما يتغلب عليهم الكفار ابتلاء وامتحانا وعقوبة وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار أيًا هزمون مدبرين ثم لا ينصرون لن يكون لهم نصير يعينهم أو يساعدهم لأن الله تخلى عنهم ومن تخلى الله عنه فلن يجد له نصيرا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله جل وعلا يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين يمكنناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فلا ينال النصر من الله إلا بهذه الأسباب لا ينال النصر بدعوة الإيمان وبدعوة الانتساب إلى الإسلام بدون تحقيق الله سبحانه وتعالى أجر العقوبة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الرسول لما حصل منهم بعض الخطأ في وقعة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وذلك لما تخلى الرمات عن المكان الذي وضعهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوه تركوه فأوقع الله عبد المسلمين العقوبة في وقعة أحد بسبب هذه الغلطة فكيف بغيرهم ممن ارتكبوا غلطات وأخطاء كثيرة من المسلمين ويقول لماذا لا ننتصر على الكفار لماذا الكفار يتسلطون على المسلمين والله جل وعلا يقول لن يضروكم والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فنقول لهم البلاء ومنكم أنتم ومن أنفسكم هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته